منطقة تسمى منطقة الكركرات هذه المنطقة حدودية بين المغرب وبين منطقة الصحراء أو جمهورية الصحراء أو جبهة البوليساريو وطبعا حضرتكم يعني دي المنطقة يعني طلعنا من مصر على ليبيا على تونس على الجزائر على المغرب على موريثانيا الصحراء هي المنطقة دي دي المتحددة دي دي منطقة الصحراء اللي احنا كنا بنسمى الصحراء المغربية في نزاع وصل لـ 45 سنة يمكن بين المغرب وبين هذه المنطقة المنطقة عايزة حكم ذاتي أو عايزة استقلال وابقت جمهورية الصحراء والاتحاد الافريقي اعترف بيها ومشكلة بين المغرب وبين الاتحاد الافريقي على هذا الاعتراف وجبهة البوليساريو والأمم المتحدة دخلت وفيه وقف اطلاق ناربا يمكن 30 سنة هذه المنطقة هذه المنطقة اللي فيها العلامة الحمراء قدام حضرتكم هي المنطقة المغرب معبر معبر حدودي بيصل بالبضائع المغربية الى موريتانيا طبعا كان زمان الخلاف الموريتاء المغربي مع الصحراء كان ايضا بتؤيد موريتانيا المغرب لكن الموريتانيا اعترفت ويعني الموضوع انتهى وايضا هذه المشكلة بيبقى فيها لانه فيها منطقة حدودية قد المغرب وادي الجزائر اهي ده حدود الجزائر ودي المغرب ودي الصحراء فالمنطقة دي فيها مشاكل منطقة دي غنية جدا بالفوسفات المنطقة دي غنية جدا بالفوسفات واعتقد انه الاحتلال الاسباني زمان هو اللي ترك زي ما قلت من شوية بيرحل لكنه بيترك سمومه في هذه المنطقة في كل احوال احنا المغرب دولة شقيق مملكة شقيقة والجزائر دولة شقيقة وموريتانيا دولة شقيقة واخوتنا في الصحراء الشقاء ايضا دي مشاكل اقليمية في هذا المنطقة احنا هنا في مصر هو لكن بنهتمل انه السيد سامح شوكري مبارح اعتقد ابراهيم كان فيه اتصالات بين وزير خارجية المغرب ووزير خارجية الجزائر على ان احنا لابد ان يكون فيه تنسيق مواقف لعدم يعني اشتعال اي ازمة لان احنا مش والله احنا لسنا في حملة ازمات جديدة لسنا في حملة ازمات جديدة المنطقة يعني هنا كفاية الهم اللي موجود في ليبيا وبنحاول نلم فيه وتونس فيها برضو بوادر مشاكل بين الاخوان وبين الدولة المدنية والجزائر بدأت تقوم واحنا يسعدنا ان احنا الدول اللي تقوم المغرب دولة مستقرة لكن اي نزاع هنا في هذه المنطقة يجر معه دول عربية زي المغرب الشقيق والجزائر الشقيق ومورتانيا والصحراء اعتقد انه ليس فيه مصلحة احد على الاطلاق المعبر الحدودي اغلق بمعرفة البوليزيريو كما تقول الرواية المغربية المغرب بسرعة تحركت القوات المغربية وافسحت الطريق والمجال لعبور الشاحنات اللي محملة ببضاع من المغرب الى مورتانيا وقالت البيانات الرسمية المغربية لانه الموضوع لم يكن تحرك عسكري وانما كان موضوع كان حسما وحزما في التعامل مع ما يخص الامن القومي للمغرب للمنطقة المغربية اما في الصحراء تحدث وزير خارجية الصحراء وقال بانه ما جرى بيمثل تمزيقا لورقة التهدئة وورقة يعني وقف اطلاق النار ومن هنا وقف اطلاق النار قر انتهى وانها الحرب يعني في الصحراء قال انه التدخل المغربي لفتح المعبر في هذه المنطقة بيمثل اعلان للحرب والحرب تشتعل او الحرب اشتعلت نحن ايضا ننادي هنا بضبط النفس بين جميع الفرقاء لانه احنا القارة الافريقية ليست في حمل اعباء جديدة يعني من اقصى شمال غرب القرى الى اقصى منطقة القرن الافريقي دي ما كنت بقول لكم فيه اثيوبيا احنا مش مستحملين دي احنا نشوف اللي بيحصل في مالي من تمدد للجماعات الارهابية واللي بيحصل فيه يعني فيه ناجيريا بوكو حرام اهو يعني هنا فيه ارهاب وهنا فيه ارهاب وهنا فيه نزاع وهنا يعني فيه في المناطق الجنوبية فيه ارهاب وهنا فيه اخوان وهنا فيه دولة بتحاول ان تقوم يعني اعتقد وهنا فيه اثيوبيا القرى الافريقية في حالة يرثى لها من هذه النزاعات البينية التي لن تفيد الا اعداء هذه القرى وانا بقول تاني هنا الوجع وجعين لانه ده في القرى الافريقية قرتنا العزيزة والغالية علينا وفي نفس الوقت بين دول عربية دول عربية مننا يعني ده الوجع انه افريقي والوجع انه عربي يعني احنا نتوجع مرتين وجع افريقي لاننا افريقة وجع عربي لاننا عرب ايضا فاللي بيحصل بين المغرب وبين بين الصحراء او بين المغرب والجزائر بيحتاج وانا قلت ان سيد سامح شكري وزير الخارجية انتحدث معه وزراء الخارجية المعنيين طالبا بدرورة ضبط النفس اشتركوا في القناة